الى ذلك ارتكبت الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران 89 خرقا للهدنة الاممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة وتنوعت الخروقات بين اطلاق النار المباشر على مواقع للقوات الحكومية بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة فيما تنوعت بقية الخروقات بين استحداث مواقع ومرابض مدفعية ونشر طائرات استطلاعية مسيرة واستقدام تعزيزات الى مختلف الجبهات